من قبل موقع أكسيوس الأمريكي بهذا الشكل وأكدت التفاصيل القادمة من هذا الموقع بأن جيك سولوفن مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال الأيام القادمة نهاية هذا الأسبوع تحديدا سيكون بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط وسيزور المملكة العربية السعودية وبعد ذلك سيذهب إلى إسرائيل والتفاصيل تحدثت بأن الحكومة الأمريكية اتفقت مع إسرائيل مبدئيا بإيقاف أي توسيع للعمليات العسكرية الجارية في رفح قبل وصول جيك سولوفن لا يريدون أن يتوسع للحرب قبل وصول جيك سولوفن لأن جيك سولوفن سيصل إلى المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن تحقيق تقدم كبير في الصفقة لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكذلك بين إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامي نتنياه ولكن المملكة العربية السعودية فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية وفاجأت كذلك إسرائيل برسالة عبر بريت مغورغ وهو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط أبلغوه ببساطة أن استمرت إسرائيل باجتاحها لمدينة رفح فهذا سيعيق كل هذه الفكرة فكرة العلاقات الدبلوماسية وتطبيع العلاقات بين السعودية وبين إسرائيل وهذا قد يفسر الكثير مما رأيناه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن من معارضة لاجتياح بنيامي نتنياه لرفح تحديدا رفح ركز عليها بايدن وعارضها بشكل كبير لأسباب إنسانية وكذلك يبدو بأن الأسباب واضحة أمامنا هي مسألة الشروط السعودية في هذه المسألة التي دفعته لوضع ضغوط واضحة على إسرائيل وعلى بنيامي نتنياه وحتى أنه أوقف إرسال الأسلحة لأن هذه الاتفاقية تحديدا المهددة بالانهيار كما تحدثت السعودية ونقلتها طبعا موقع أكسيوس الأمريكي هي مسألة مهمة بالنسبة لبنيامي نتنياه في الانتخابات مسألة مهمة ليس فقط لبنيامي نتنياه وإنما لبايدن تحديدا في الانتخابات الأمريكية القادمة التي لم يتبقى عليها إلا ستة أشهر وهو سيكون بمواجهة من؟ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرجل الذي تمكن من تحقيق علاقة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وكذلك مملكة البحرين وإسرائيل خلال فترته الرئاسية لم تكن هناك أي حروب في المنطقة بينما العكس بالنسبة لجو بايدن الحروب أصبحت في كل مكان المنطقة دخلت في حرب إقليمية لا اتفاق نووي مع إيران وكذلك لم يحقق أي اتفاق للسلام لإسرائيل في المنطقة العربية بل بالعكس بدأت هذه الاتفاقيات تنهار وعلى هذا الأساس يبدو بأن بايدن اندفع بهذا الاتجاه بسبب هذه الضغوط القادمة من المملكة العربية السعودية ليس هذا فحسب بل أن موقع أكسيوس أيضا أكد بأن هناك عددا من الدول العربية كانت قد أبلغت أيضا بريت ماغورغ بأن إسرائيل إن استمرت باجتياح مدينة رفح واجتاحتها بالكامل فهذا الأمر سيقوض كل عمليات التعاون الأمنية والإقليمية بين الدول العربية وإسرائيل ضد إيران وهذه مسألة أيضا تضع إسرائيل في وضع حقيقي بأن إسرائيل ستخسر كل شيء في حالة استمرت في اجتياح رفح وهنا طبعا واضح جدا أن مملكة العربية السعودية تبحث عن إيقاف الحرب في قطاع غزة إيقاف سفك الدماء الفلسطينية بشكل يومي بالإضافة إلى إنهاء حالة الحرب الإقليمية في هذه المنطقة استقرار أمني تبحث عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذلك أيضا أن السعودية تبحث عن إعادة أيضا الملاحة الدولية في العالم بعد كل التصعيد الذي شهدناه من جماعة الحوثي من هجمات باتجاه البحر المتوسط والبحر الأحمر وبالتالي هذه مسألة مهمة للغاية كذلك هي أعطت الفرصة لبنيامين نتنياهو لتحقيق اتفاق تاريخي مع المملكة العربية السعودية سينهي بنسبة كبيرة الحرب أو الصراع العربي الإسرائيلي الذي يمتد إلى سنين طوال كذلك أنه سيكسب بنيامين نتنياهو فرصة للضغط على إيران وتعاون أكبر من الدول العربية إن توقف عن مهاجمة رفح خاصة وأن إيران الآن تغير وضعها عن السنوات الماضية الآن هي تقدمت كثيرا نوويا وأصبحت على بعد قرار للوصول إلى القنبلة النووية وخلال الشهرين الماضيين شهدنا إيران وهي تهاجم العمق الإسرائيلي بالصواريخ وبالطائرات المسيرة وضربت بالصواريخ خمسة إلى ستة مواقع في الداخل الإسرائيلي في قاعدة نيفاتم القريبة من مفاعل ديمونة وهذا أعطى رسالة كبيرة بالنسبة لأجانب الإسرائيلي وواحد من الصواريخ التي استخدمت كان صاروخ شهاب ثلاثة وصاروخ شهاب ثلاثة تحديدا الذي استخدم بهذا الهجوم سبق لإسرائيل وانضبطت في عام 2018 الأرشيف النووي الإيراني بعملية كبيرة من قبل الموسادة الإسرائيلي ووجدوا في إحدى صفحات هذا الأرشيف بأن إيران تعمل على تطوير وضع رأس حربي النووي على صاروخ شهاب ثلاثة بالتالي يبدو بأن إيران وكأنها تجرب هذا الصاروخ في استهداف النووي على إسرائيل وأين؟ بالقرب من مفاعل ديمونة وهذا يعني تطورها اللغاية وبالتالي المكاسب الاستراتيجية لبنيامي نتنياهو انقبل بهذه الانتفاقية وهذه الصفقة ستكون كبيرة للغاية لكن المشكلة أن موقع أكسيو سأكد بأن نتنياهو حتى هذه اللحظة غير مقتنع نهائيا بهذه الفكرة وبإنهاء الحرب في رفح بل هو ماض في عملية اقتحام مدينة رفح ويريد السيطرة عليها وهذا قد يعود للعديد من الأسباب أولا أن عدم اقتحامه لرفح سيبقي حركة حماس موجودة في قطاع غزة لم تنتهي عملية طوفان الأقصى ستبدو كعملية ناجحة ستبدو إسرائيل وكأنها تعرضت إلى ضربة خطيرة للغاية وكذلك إيران ممكن أن تعلن انتصارها في نهاية المطاف وأيضا الفصائل الموجودة من حزب الله الفصائل في سوريا في العراق جماعة الحوثي ستكون مستعدة بشكل أكبر وتتحصل على حرب أو نصر استراتيجي على إسرائيل في الصراعات المستقبلية ضد إسرائيل أيضا هو وضعه السياسي صعب للغاية في الداخل معارضيه مثل رئيس الوزراء الإسرائيلية الأسبق نفتالي بنت قال كان علينا أن نتقدم إلى رفح منذ البداية وكان خطأا من نتنيهو أن ينتظر حتى تعرضنا لكل هذه الضغوط والآن نحن نواجه الكثير من المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية كذلك على مستوى الميداني أيضا الأمر يوضح أن الجيش الإسرائيلي لا رغب له أبدا بالانسحاب من رفح ومدينة وقطاع غزة ولكن رفح تحديدا خاصة إذا ما نظرنا إلى آخر التحديثات القادمة من غزة وور يونيت تراكر تلاحظ أن إسرائيل تقدمت بكل هذه المسافة باتجاه رفح وتلاحظ أنها سيطرت بشكل واضح على شارع صلاح الدين وتقدمت باتجاه ثلاث أحياء الجنينة السلام وكذلك باتجاه حي البرازيل وأخذت نسبة كبيرة أيضا من شارع العروبة مسافات كبيرة تقدمت بها إسرائيل هناك تكلفة ميدانية عالية بالنسبة لإسرائيل في مثل هذا التقدم كذلك أنها بدأت تعبد الطرق الاستراتيجية للإمداد اللوجستي للجيش الإسرائيلي للذهاب بشكل أعمق في الداخل وفي داخل رفح مما أيضا يعطي مؤشرة أن إسرائيل لا رغب لها في الانسحاب وتلاحظ هنا واحدة من الطرق جاءت تحديثات خاصة من القمر الصناعي يوم أمس توضح أن هناك طريقة للإمداد اللوجستي عسكري جديد ظهر هنا في هذه النقطة من معبر كرم شالوم أو كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح وتلاحظ هنا في التاسع من مايو شكل المنطقة كان بهذا الشكل وستلاحظ فجأة بأنك أمام طريق سيظهر تقريبا هنا كما تلاحظون ولاحظ أن في الرابع عشر من مايو كيف أن هذا الطريق قد ظهر هذا هو الطريق طبعا الذي نشير له تحديدا ولاحظ كيف أنه يمتد بهذا الاتجاه إذن الوضع في التاسع من مايو كان بهذا الشكل وهذا هو الرابع عشر من مايو وهذا كله للإمداد العسكري والإمداد اللوجستي لإدامة وجود القوات الإسرائيلية في عمق رفح بل للمضي قدما في عملياتهم في معبر فلادلفيا وغيرها من المناطق التي تبحث من الوصول إليها كذلك أيضا في نفس الوقت أن الجيش الإسرائيلي عندما بدأ بعملياته في رفح الفرقة 162 هي التي بدأت بالعملية ودفعت بلواء مدرع وكذلك بلواء مشات وكان من المفترض لواء نحال وهو لواء مشات إسرائيلي كان من المفترض أن يشترك بهذه العملية وأن ينضم لهذه اللوائين ولكن فجأة الفصائل الفلسطينية مع المقاومة الكبيرة التي تبديها في رفح فجأة ظهرت الفصائل الفلسطينية تقاتل في الزيتون وكذلك في جباليا في شمال قطاع غزة الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي أن يؤجن عملية دخول لواء نحال وذهب مباشرة ليدخل إلى لواء الزيتون ليشتبك مباشرة مع الفصائل الفلسطينية واليوم وزارة الدفاع الإسرائيلية أكدت بأن هذا اللواء نجح في تطهير الزيتون وانسحب من هذه المنطقة ومرة أخرى غازا وور يونيت تراكر تحدث بأن لواء نحال التابع للفرق 162 من المفترض أن يدخل قريبا إلى هذه المنطقة إلى رفح بالتالي كل المؤشرات ووضح أن الجيش الإسرائيلي ذاهب بالتعمق في مدينة رفح ولن يخضع لأي ضغوط ممكن أن يتعرض لها وخاصة أن أيضا إسرائيل لديها مشكلة في البقاء في هذه المناطق وقبول بهذه الاتفاقيات على سبيل المثال زيارة جيك سولوفن لا يوسعون العمليات وغيرها الأمر أيضا مكلف من الفصائل الفلسطينية الفصائل الفلسطينية لا تترك فرصة إلا وتستغلها ضد الآليات الإسرائيلية على سبيل المثال هذه العملية لمقاتلين من الفصائل الفلسطينية تابعين لحركة حماس ويظهرون من النفق بهذا الشكل وهو يحمل عبوة شواض التي ترونها هنا وظهر فجأة أمام هذه الدبابات ومعه مقاتل آخر هنا والهدف كان عبارة عن دبابة ومدرعة من ثلاث آليات إسرائيلية وبعدها وضع هذه العبوة التي هي وضعها بشكل قريب من هذه الآلية وطبيعة عملها أنها تنفجر وتستطيع من اختراق الآلية على مسافة ما يقارب الستين إلى خمسة وستين سنتيمترا أي هذا الأمر يؤدي إلى تعطيل الآلية وقتل وجرح من يتواجدون فيها وكذلك ظهر مقاتل ثالث أيضا يحمل قذيفة الياسين مئة وخمسة ويستهدف دبابة هنا وتمكنه من ضرب كل هذه الآليات وجرحة وقتلة بين الإسرائيليين وظهرت إحدى المروحيات أيضا وهي تحمل الجرحة والقتلة الإسرائيليين من هذه النقطة إذا ما حاولنا أن نتعرف على هذه المنطقة تحديدا لكي نرى ما الذي تفعله هنا الفصائل الفلسطينية من طبيعة استنزاف للقوات الإسرائيلية ستلاحظ هنا ببساطة بأننا أمام مساحة مفتوحة نلاحظ المبنى الأول الثاني الثالث هذا المبنى يبدو نوعا ما أقرب من المبنى الثاني الذي نراه هنا وتلاحظ أن هناك نوع من القبب أو النقاط المرتفعة بالقرميد هنا باللون الأسود أو الرمادي وهنا باللون الأحمر كما نلاحظ واضحة وبارزة من خلال هذه المباني والمبنى الثالث يظهر لنا هو كان المبنى الأول في هذا المقطع وتلاحظ بأنه مميز لوحده هذا المبنى لا مباني لا من الشمال ولا من اليمين على الأقل من الزاوية التي تصور وبالتالي إذا ما أخذنا صورة القمر الصناعي ونقترب من مناطق الصراع باتجاه حي الجنينة في هذه المناطق ستلاحظ أن الصورة تتطابق تماما مع هذه النقطة التي نقترب منها لنتجه إلى الشمال ونقترب قليلا من الأرض وستجد بالضبط بأننا أمام نفسه هذه العلامات التي ذكرناها تلاحظ هذا المبنى الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا هو القرميد الواضح طبعا لهذه المباني وتلاحظ هذا هو الأقرب هذا هو الأبعد المبنى بالخلف لم يكن واضحا لأنه كان على خط واحد من نقطة التصوير مساحة مفتوحة وهذا هو المبنى الذي رأيناه طبعا قبل قليل وهو لوحده طبعا لا مبنى يمين ولا مبنى إلى الشمال وبالتالي هذا يؤكد فعلا أن هذه العملية قد تمت من هنا وتقريبا فتحة النفق كانت موجودة هنا والمنظر كان ببساطة بأننا كنا أمام ثلاث دبابات أو مدرعات موجودة بهذا الاتجاه ثلاثة أخرى أيضا بهذه المنطقة تقريبا والمقاتلين الفلسطينيين كانوا قد ظهروا فجأة من نقطة تجمع من ثكن التجمع للجيش الإسرائيلي في داخل مدينة رفح ظهروا ثلاثة منهم وتوغلوا بهذه العبوات التي تحدثنا عنها ودمروا طبعا آليتين مع آلية ثالثة مع جرحة وقتلة بالتالي العملية ناجحة وبعد ذلك قاموا بالانسحاب من هذا النفق بهذا الطريق وعادة الفصائل الفلسطينية عندما تنفذ مثل هذه العملية تدمر فتحات الأنفاق وبالتالي لا تعطي فرصة للجيش الإسرائيلي ليعلم ما الذي يجري في الداخل أو يخترقها عبر الروبوتات وغيرها وبالتالي هي خطة استنزاف ليست بالعادية من هذه الفصائل الفلسطينية وبالتالي تلاحظ أيضا عملية الانسحاب هي تذهب باتجاه مناطق مقتضة بالمباني كما تلاحظون تصبح أزقة وحارات ضيقة للغاية ممكن أن يكون فيها استنزاف أكبر للقوات الإسرائيلية وبالتالي القوات الإسرائيلية أن تنتظر يوم أو يومين أو ثلاثة لأمور دبلوماسية أيضا هي مسألة تضع علامة استفهام كم ستتحمل إسرائيل من طبيعة هذا الضغط إذا استمرت بالقبول بالضغوط إن كانت أمريكية وإن كانت غيرها وهذه مسألة طبعا أيضا يجب أن ننتبه أن إسرائيل أيضا متشجعة في عملية التقدم بشكل أكبر ومواجهة جو بايدن بسبب الحزب الجمهوري وحتى نصف الديمقراطيين تقريبا معهم على سبيل المثال واشنطن فري بيكن تحدثت في الأربعة وعشرين ساعة الماضية أن توم كاون وهو سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أركانزا هذا الرجل قام بتقديم تشريع أو مشروع قرار جديد لمجلس الشيوخ الأمريكي وهذا مشروع القرار هذه الصفحة الأولى له وهو من ثمان صفحات هذا القرار يدعم إسرائيل بشكل كبير القرار بشكل عام أن تم التصويت عليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ فهو سيمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من إعاقة أي أسلحة تذهب إلى إسرائيل وهو مجبر على إرسال الأسلحة التي أوقف إرسالها لإسرائيل أن يرسلها الآن وأن لا يتوقف وأن لا يقوم بمثل هذه المسائل لا خلال عام 2024 ولا 2025 أن بقي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد وكذلك أيضا هذا القرار إن أقر فإنه سيعمل على عملية قطع راتب أي مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانوا في البنتاجون أو وزارة الخارجية الأمريكية ممن يبذلون جهدا في عدم إيصال الأسلحة الأمريكية المقررة إلى إسرائيل قرار كبير وخطير قرار مماثل أيضا ومشروع قرار أيضا قد طرح من قبل جمهورين آخرين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري دائما وأبدا الأسئلة تذهب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ولكن يتوقع لمثل هذه المشاريع أن تمر في الكونغرس الأمريكي لسبب بسيط نحن نتحدث عن إسرائيل عن أهم حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وليس من المعقول أن يمر قرارا لمساعدة أوكرانيا وفي نهاية المطافة أن يكون هناك قرارا لا يمر لمساعدة إسرائيل داخل الكونغرس الأمريكي